مرة أخي لسه كنت أتكلم مع محمود دياء عن آخر مباراة اليوم النهار دا كانت مباراة تويلز وأمريكا شفت المباراة تقييمك وتحديلك لازم واجهة اللي كانت تبدو على الورق متكفأ إلى حد كبير يعني منتخب أمريكا كان أحسن كتير يشوت الأول كان قارب إن هو يسجل أكتر من الهدف كمان مش بس الجنل اللي هو جابه طبعاً تموت يويا ابن جوجويا يسجل أول هدف يعني أول هدف لأمريكا كمان في كاس عام 2014 يعني ظهر بشكل كويس جداً من الترايف بصراحة أمن رئيس ليبيريا يلعب له في خبا مليكا اللي أبوه ملعبش في كاس العالم هو أفضل لعب في العالم هو يبقى بيلعب في كاس العالم وبيسجل هذا في كاس العالم بس مع منتخب أمريكا الكصة كلها حلوة منتخب أمريكا في رأيك كان أفضل كتير جداً شفت الأولاني كان يقدر يسجل زي ما بقولك أكتر من جول متخبول زي كان متراجعي ممكن مع تغيير مدربة في الخطة قرر أنه هو ملعبش في مهاجم صريح ولا برينان جونسون ولا كيفر مور عشان ياخد المكان ده جاريس بيل مع ويلسون ودانيل جيمس شهر الثاني مبدأ يعدل من ده شوية يخرج دانيل جيمس دخل كيفر مور عشان يجل جاريس بيل لمكانه وتكلم حتى هو عنده في المؤتمر بعد المتش أنه هو تغيير دانيل جيمس كان تغيير تكتيكي يعني هو أحتاج مهاجم في القلب بأوضع مختلف وده أعتقد كان واضح من بداية المتش ويلس شهر الثاني كانت أحسن كتير قدرت أنها تتعادل منتخب أمريكا من الدقيقة تقريبا ستين ترجع جدا بدنيا مقدرش أنه يكمل ماتش بمفس القوة ده مفهوم طبعا معه المجهود الكبير اللي عجب تعمله مؤخرا فكان منطقي ويلس أعتقد المباراة لو استمرت شوية كتير طبعا حسب ورجع عشر دقيقة بضل ضايع لو كان حسب أكتر من جهة كان ممكن منتخب ويلس تشوفه بيسجل جون مفاجئ أو يخطف الفوز المباراة الأخيرة مين يسعط المجموعة دي من أمريكا ووز؟ أعتقد يعني أمريكا يقدمت المباراة الأولنية دي يديها شوية الدافع كويس ويلس أنا في رأيك كنت مرشح ويلس قبل بداية البطولة ناطس عالتاني مع انجلترا ولكن الأدالة المباراة قولة عن مستفهم كبيرة سواء في الناحية الدفاعية أو حتى في الناحية الهجومية يمكن مدارب الفترة اللي جاء ومطشين اللي جاي دي يبدأ يرجع للأسلوب الطبيعي طبعاً ما حدث في مخاطف مقطة من انجلترا ده هتخليه في حيث تانية خالص ولكن أعتقد أن المنتخب أمريكا يقدم المباراة الأولنية دي لو قدر أنه يخطف إيران بدري بدري هيكون لي أولاً وإنه هو يسعط